بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد يقول تعالى في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا هاتان الآيتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا وإذا قرأت القرآن جعل ما بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسورا وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الآية يقول جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون وإذ هم نجوا إذ هم نجوا يتناجون في موضوعك ويقول قائل منهم هو ساحر وقال الآخر هو كاهن وقال الثالث هو كذاب وقالوا هو ساحر وشاعر وهكذا يتخبطون في جهالتهم وما إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني هذا رجل أصابه سحر فهو لا يدري ما يقول ولا يعرف ما يقول إنما هو مسحور فاقد للإدراك الكامل نحن أعلم بما يقولون إذ يقولون يعني أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا ما أصابوا وإنما أخطأوا يتلمسون تلمس الجهالة العمياء هم الجهالة ولس أنت هم المصابون في أسماعهم وأذواقهم ومعارفهم لس أنت هم المصابون بذلك إذ يقول بعضهم لبعض أتتبعون رجلا مسحورا أصابه سحر فهم يتخبطون في جهالتهم وظلالتهم وهم عمي عن الحق والعياذ بالله نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون كفار قريش إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا لا يسيرون على هدى وإنما هم على ضلالة كما جاء في الحديث أنهم كانوا ثلاثة منهم أبو سفيان بن حرب وأبو جهل والأخنس ابن شريق أستقى في حليف بني زهرة كانوا يأتون ليلا حول باب النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون لقراءته لأنهم أدركوا فصاحتها وبلاغتها وأنها معجزة فهم يتعجبون ويتلذذون بسماع القرآن لكنهم لم ينتفعوا بذلك إلا بعد مدة طويلة بعضهم يأتون إلى حول باب النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسون يسمعون قراءته ويصلي بالقرآن ليلا ثم إذا انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة تفرقوا فجمعهم الطريق ما يدري واحد عن الآخر ثلاثة كلهم من كبراء قريش أبو جهل وأبو سفيان والأخ نسبن شريق الثقفي من ثقيف لكنه حليف لبني زهرة ريس فيهم مسبوع مطاع فكان يجمعهم الطريق فيقولون يلوم بعضهم بعضا كيف تأتون تسمعون إلى هذا ربما رأاكم بعض جهلاء قريش فيظنون فيكم حظنا حسنا فيأتون يسمعون إلى الرسول ما يريدون أن يسمعوا ثم يتعاهدوا أن لا يأتوا ولا يعودوا وكل واحد من الثلاثة يقول جماعتي ربعي لن يأتوا أنا أروح أسمع ثم يجمعهم الطريق بعد الفجر ثم يلوم بعضهم بعضا ثلاث مرات يتعاهدون أنهم لن يعودوا إلى هذا الموقف مرة أخرى ثم يعودون وفي المرة الثالثة الأخيرة أخذ الأخنس بن شريق عصاء وذهب إلى أبي سفيان وقال ما تقول فيما سمعت البارحة قال سمعت شيئا فهمته وسمعت شيئا لم أفهمه ما أدري ما يراد به فقال الأخنس ونوى الله مثلك سمعت شيئا عربته وسمعت أشياء ما عربتها ثم ذهب إلى أبي جهل فقال ما تقول يا أبا الحكم فيما سمعت من محمد البارحة فقال أبو جهل لا تقول شيئا تناظرنا نحن وبنوا عبد مناف فأطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا وتباخرنا حتى كنا كفر سيرهان حتى قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فماتا ندرد كذلك والله لا نؤمن به والله لا نؤمن به والله لا نصدقه هذا كلام أبو جهل قبحه الله أما بالنسبة لأبي سفيان فإنه أسلم يوم الفتح وكذلك الأخنس بن شريق وهو عاقل من ثقيف لكنه صار حليفا لبني زهرة فصار مطاعا فيهم ولهذا انخنس ببني زهرة في موقعة بدر يقال لا في العير ولا في النفير فولما أرادت بنو زهرة يخرجوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر خاطبهم وقال ما المصلحة ما المصلحة في قتالكم إياه إن كان على حق فقد رجدتم الحق وإن كان على باطن فدعوه يتولاه غيركم وليس لكم مصلحة في قتاله فأطاعوه فعظم عندهم كثيرا وكان معظما في بني زهرة هكذا كان كفار قريش يأتون إلى النفي صلى الله عليه وسلم يستمعون لقراءته تلذذا بذلك واستفادة من فصاحته وبلاغته فهو وصيح بليغ وهو حق لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله فهم يتعجبون كيف يأتي بهذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وليس عنده من يعلمه وقالوا إنما يعلمه بشر قال الله جل وعلا لسان الذي يلحي دونيه ليها أجمي وهذا لسان عربي مبين فهم وقفوا في وجه الحق وظلوا ظلالا مبينا يخبر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء ثفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحر له رأي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي رأي جني يعلمه عرفوا أن مثل هذا الكلام ما يستطيع العرب أن يأتوبه فنسبوه إلى الجن قالوا له رأي من الجن يعني واحد من الجن يأتي إليه يعلمه فقالوا من أنه رجل مسحر له رأي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه ولهذا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا قال محمد بن إسحاق رحمه الله في السيرة إن أبا سفيان بن حرب إن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق خرجوا ليلة يستمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل أبا سفيان فأسلم أسلم يوم الفتح بعدما كاد أن يقتل يوم الفتح أسلم ودخل في الإسلام رغم أن فيه وصار من المؤلفة قلوبهم وكذلك الأخنس بن شريق قالوا أنه أسلم يوم الفتح أو أسلم قبل هذا ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ورتد ثم أسلم فلا ندري ماذا كانت عاقبة وكان مطاعا في بني زهرة لتركهم الخروج ضد النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر وهو حليف لهم ليس منهم هو ثقفي من أهل الطائف لكنه جاء إلى مكة فصار حليفا لبني زهرة وترأس فيهم وعظم شأنه قال محمد بن إسحاق في السيرة أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق خرجوا ليلة يستمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه الآخر كل واحد ما يدري عن الآخر ظلم ظلام كل واحد جلس في مكان يسمع قراءة النبي وهو في بيته في الليل ولا يدري أبو سفيان عن الأخنس من شريق عن أبي جهل فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رأاكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا حتى إذا يسلم يمكن أن لي يقع أن ليراكم من سفهائكم لأنهم يرون أن كل من أسلم سفيه فقالوا لو رأاكم أحد وأنتم تأتون لتستمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لدخل في أنفسهم شيء وأسلموا ثم ما تستطيعوا تردونهم لكن لا تأتون إلى هذا الموقف أبدا ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون ربع ما هم جايين بروحنا لأنه يتلذذ ويستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فتعجبه القرآن ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم يستمع إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته ثم فقال أخبرني يا أبا حمضله فقال أخبرني يا أبا حمضله فقال أخبرني يا أبا حمضله عن رأيك فيما سمعت من محمد فقال يا أبا ثعلبه والله لقد سمعت أشياء أن أعرفها وأعرف أشياء أن أعرفها وأعرف ما يراد بيها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بيها فقال الأخنس وأنا والذي وأنا والذي حلفت به ثم فقال أنا مثلك يعني سمعت شيئا أعجبني وعرفته وسمعت أشياء ما عرفتها فقال ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيداه فقال يا أبا الحكهم أبو جهل وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو جهل عكس اسمه اللي يسمونه في الجاهلية وله كان حاكم عندهم وكان له مكانة وعظم شأن ولا أحد يجرأ أن يقول فيه شيئا أبو الحكم مثل ما كان للأعرابي جاء أعرابي جالب إبل في مكة فعرضها للبيع اشتراها أبو الحكم اللي وابو جهل ونية أن لا يسدد أن لا يدفع ريال واحد ولا أحد يستطيع من قريش يقول له أعطي العرابي حقه لأنه مهاب عندهم فجاء الأعرابي إلى مجلس من مجالس قريش فقالوا لهم إن هذاك الرجل شرى مني إبل ورفض أن يسلمني القيمة فافسعوا لي أنتم أنا غريب مسكين رأس مالي راح أنت هالشقي ذا فقالوا له ما يأخذها لك إلا ذاك شو ذاك اللي جلس الحال الرسول عليه الصلاة والسلام من باب التهكم به من باب التهكم يعني أن هذا ما له قيمة هذا عندنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا كليفك حقك يأخذ لك حقك من أبي جهل فذهبا إليه فقال يا محمد إني بعت على أبي جهل خمس من الإبل وإنه ربع يسلمني وهذه رأس مالي برج على هالي ما معي شيء فأنقذني منه واخذ لي حقي منه فقد ذكرت هذا لهذا لأولئك المجمع أولئك الجماعة فقالوا لا يفك حقك إلا أنت أشاروا إليك ثم ما بدت أكم فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم 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 امشي ذهب معه صلى الله عليه وسلم وطرق الباب على أبي جهل فخرج أبو جهل فرأى النبي واقب الباب قال أعطى هذا حقه قال سمسم على عينه رأسي ممنون ممنون راح يركض جاب الدراه مع طهنيا وراح العرابي قال مشكور خلاص وراح الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكانه في المسجد فذهب العرابي إلى المجمع اللي جاء أول قال عطان حقي فتعجبوا من هذا سيف يعطيك حقي كأبو جهل أبو جهل ما يعطي حد طالبه ما يعطي الحق لطالبه فقد ذهب معي الرجل الذي أشرت إليه وأعطاني حقي فخرج أبو جهل من داره وذهب إلى قريش من مجموعهم فقالوا كيف يوم جاءك هالبدوي هالعرابي هذا هو يا محمد عطيت حقه قال ما تدرون شفت شيء يهول شفت شيء يهول ما صبرت طلعت وجدت محمد وعقب الباب ولم فوق رأسه جمل يريد أن ينتهمني فخفت وذهبت وعطيت حقه السريح منه شفت جمل يريد أن يأكلني هرش ما هو جمل جبريل عليه السلام فعطيت حقه لذا لا تلموني شفت شيء يهول الله أكبر الله جل وعلا أيد رسوله صلى الله عليه وسلم جبريل مع أن كفار قريش مستخفين حينما قالوا ذاك الذي يفق حقك يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبل استخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج من عند أبي سفيان حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته ثم فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال ماذا سمعت قال تنازعنا نحن وبنوا عبد المنافع الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجأينا على الركب تجأثينا على الركبي وكنا كفر سيرهان فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه قال فقام عنه الأخنس وتركه الله أعلم حدث العزة بالإثم والعياذ بالله والعشوف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صادق وأمين ويقول لهم الحق يقولهم قول لا إله إلا الله غير ذلك من الكلام الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه ويقول يا أبا الحكم يا أبا الحكم يا أبا الحكم فرفض الإسلام والعياذ بالله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الظن به أول الأمر فقال اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام أبو الحكم الذي هو أبو جاهل قبحه الله فكان حب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب وكان عمر واقف في وجه الدعوة إلى الله أي واحد يسلم يذهب إليه وتوعده ويصد عن الإسلام فلما ألقى الله الإسلام في نفسه أسلم رضي الله عنه كان خارجاً فرأى رجلاً مسلم فقال أصبعت يقول له عمر أصبعت قال لا ما أصبعت لكني أسلمت كيف تسلم توعده يبي يضربه قال لا تضربني اذهب إلى أختك شو أختك وزوجها أسلم ومثلي أختك وزوجها أسلم ومثلي لا تضربني يعني أختي أسلمت قال نعم أختك أسلمت فذهب ثائر يبي يضرب أخته زوجها فدخل عليهم فإذا عندهم خباب من الأرات رضي الله عنه يقرئهم القرآن فاختفى خباب تحت الفراش علشان ما يشوف عمر لأنه يشوف عمر قضى عليه بسيطه خباب من الأرات ضعيم سكين رضي الله عنه فاختفى عن عمر فقال ما هذه الهمامة التي تقولون ما هذا الصوت الذي سمعته قالت أخته دعنا من شقاواتك يا عمر تبتل بالشقاوة بدده ضرب زوجه قامت حاول تحسز بينه وبين زوجه لا يتضربون فصك عمر أخته مع جمينها فسار الدم فلما رأى الدم يسير من أخته رعوى وذعا قالت هذا اللي تسمع من القرآن كلام الله جل وعلا ونحن مسلمون وأنت تبتل شقاوتك تب إلى الله وخلك رجال فرعوى وذعا يمشى من دم يسير من جمين أخته لانت شكيمته قال وريني أني تقريني لأنه يقرأه وريني قالت لا لا ما وركي أنت نجس أنت مشرك ما وركي هذا كلام الله ما أعطيه إلا واحد متطهر قال متتعطينني قالت ما أعطيكي حتى تطهر توضى تغتسل فلان السكان وقام وتوضى وأخذ الصحيفة وقرعها يريدون أنه لمزكه ما مزكه قال اللي يريد يدخل فيها الدين وين يروح قاله يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم أين محمد مختفي دار الأرقم نابي الأرقم مع فقراء المسلمين رضي الله عنهم وارضاهم فذهب عمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم فطرق الباب فتعالم الصحابة اللي داخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا عمر عند الباب وكل واحد يفتحه ما استطاع رجع ما أقدر عمر هام يخبطه له ميت طيحهم بأرض فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الشجاع الجيد العظيم دعوه تركوه لي فتأخر الصحابة وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فلما فتح وإذا عمر ثاير فمسك بتلاميبه عليه الصلاة والسلام ونفضه نفضة جيدة إلى متى يا عمر تؤذي المسلمين يظن أنه جايين بقاتل يظن عليه الصلاة والسلام أنه جاي بقاتل فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد النكر اللهم صلى على محمد رضي الله عنه فكبر صلى الله عليه وسلم فسمع تكبير من في الدار فكبروا وارتج البيت بالتكبير لما أسلم عمر غنيمة عمر إسلام ليس كإسلام أي واحد عادي رضي الله عنه فأسلم عمر فيقول من مسعود رضي الله عنه ما استطعنا أن نصلي في المسجد على نية إلا بعد إسلام عمر إما أسمع عمر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من أختفي يا رسول الله رح نصلي في المسجد قال نخاف من جماعتك الله عنه الله أكبر فذهب بهم رضي الله عنه هو في الميمنة والحمزة في الطريقة الثانية مع الصحابة كل واحد مسك بصف ورحوا للرسول للمسجد الحرام وصلوا فيه على نية رضي الله عنهم وأرضاهم قال لقبل ما يقدرون الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عنه أبو أبو طالم وعمر وأبو أبو بكر الصديق له جماعة والمسضعفين من المسلمين ما حد دافع عنهم فما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرضهم للفتنة حتى أسلم عمر رضي الله عنه فذهب بهم إلى المسجد رضي الله عنه وهو حمزة رضي الله عنهم حمزة وعمر أسلموا مع بعض قريب من بعضهم رضي الله عنهم الله أكبر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أيد الإسلام ويحب العمرين إليك لأن كل واحد عمر 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 كلهم أقوية أشدة لا يخافون أحد رضي الله عن عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر رضي الله عنه فيسر الله إسلام فأسلم رضي الله عنه بهذه الطريقة والله طال عن بيته رحل بقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد هذا الفقير فبدأ به قبل الرسول عليه الصلاة والسلام رحل بيضرب الرسول وقضي عليه قال ما تدعك بن هاشم قال تفعل ما تشاء كيف هم المهم أن يقضي على محمد الله أكبر فالله جل وعلا إذا ألقى الإيمان في قلب العبد أسلم بسهولة ويسر رضي الله عن الصحابة أجمعين يقول السائل قدمنا للمسجد الحرام وقت أدان العشا فوجدنا الأبواب مغلقة فدخلنا للقبو وصلينا العشا ثم ذهبنا للطواب فهل علينا شيء لا ليس عليكم شيء يا خير يقول يعني تقفير الأبواب لأن ما سو وتحت الأبواب لتراكموا واتعب بعضهم بعض وربما قتل بعضهم بعضا وآذوا بعضهم بعضا فكانوا إذا امتلع المسجد يقفلون الأبواب علشان الناس سلون خارج يقول السائل هل تصح العمرة من ميقات الجعرانة بعد تعدية العمرة الأولى فالجعرانة أخي ليست ميقاتا وإنما هي من الحل فمن لم يعزم على العمرة إلا من الجعرانة فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منها أما من كان عازما على العمرة قبل الجعرانة فعليها أن يحرم من المواقيت ولا ينبغي له أن يحرم من الجعرانة لأن الجعرانة ليست ميقاتا لا لأهل مكة ولا لأهل الطائف ولا لغيرهم وإنما هي من الحل وسبب إحرامه صلى الله عليه وسلم من الجعرانة أنه خرج من مكة لقتال أهل الطائف وأهل حنين من الجعرانة وإنما من الجعرانة من الجعرانة لتبقى هناك واجعل عليها أحد الصحابة رضي الله عنهم وذهب لقتال أهل الطائف وحاصر الطائف ثم لما لم يفتح له عليه الصلاة والسلام جاء إلى الجعرانة فقسم غنائم حنين ثم عزم على العمرة فأحرم من الجعرانة ودخل مكة وبعد مكة ذهب إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه فالجعرانة ليست ميقاتا وإنما هي من الحل مثل التنعيم ليس ميقاتا لأهل مكة كما يزعم بعض الناس وإنما هو من الحل فمن جاء إلى هذا الحل ليحرم منه مكة فليس بشيء وإنما إذا عزم على العمرة وهو بالجعرانة فله أن يحرم منها يقول السائل ما هي أفضلية صلاة التطوع والنوافر في الحرم المكي عما سواه من المساجد وأيضا قراءة القرآن الكريم أم أن الحديث الشريف خاص بالصلاة المكتوبة فقط الصلاة مضاعفة إن شاء الله في سائر أنحاء مكة لأن مكة كلها حرم والصلاة فيها مضاعفة وإنما الصلاة في المسجد الحرام أفضل لكونها أقرب إلى الكعبة ولكونه أقدم في العبادة ولأمور كثيرة لا تحصل في غيره فلا نقول إن الصلاة في أي مكان في مكة مثل الصلاة في الحرم ولا نقول إنها تختلف عنها كثيرا فالصلاة في سيء في أي مكان من مكة مضاعفة إن شاء الله لكن الصلاة في الحرم أفضل يقول السائل ما هي الحكمة من وصف الله من وصف الله تعالى المشركين بالظالمين مع أنهم كفار هل الظلم أشد من الكفر وصف الله جل وعلا الكفار بالظلم والفسق والهجور وغير ذلك والكفر فهم كفار والظلم نوعان ظلم دون ظلم ظلم لا يصل إلى حد الكفر مثل لو ظلم شخص آخر في حقه يعتبر ظالم لكن لا يقال إنه كافر فكلمة الكفر أعظم وهي تصدق على الكفار وأما الظلم فقد يكون المرء كافرا وقد لا يكون ظال كافرا والله جل وعلا وصف الكفار بالظلم وبالفسق وبغير ذلك من الأوصاف فقل السائل لأمي علي دين وقد توفاها الله فهل أدفع المال إلى الورثة وأخذ سهمي معهم أما تصدق بالمال كله عليها أو عنها لا يا أخي يجب عليك أن تسلمه للورثة وتأخذ حقك من ميراثك من أمك ولا يجود لك أن تتصدق بالمال لأنه ليس لك ولا يس لأمك فلا يجود لك أن تتصدق به وإنما تعطيه للورثة والورثة بدورهم إن أرادوا تصدق به تصدقوا وإن أرادوا أن يأخذوه أخذوه يقول السائل عندنا في بلدنا يصنعون وليمة يسمونها الوعدة وهي تقام حول ضريح ويسمونها باسم صاحب الضريح وإذا ساهم قالوا هنا إطعام في سبيل الله فهل يجوز المشاركة والأكل منها لا يا أخي هذه بدعة من البدع لا يجوز المشاركة فيها ولا القيام بها ما دامت تصنع عند الضريح عند القبر فالصناع وضع الطعام عند القبور أو نحو ذلك كل هذا من البدع المحرم يقول السائل هل من نصيحة لعامة المسلمين حول الصيام وفضائل الصيام ونحن مجموعة من طلبة العلم خارج المملكة يجب على المسلمين أن يخلص في صيامه لوجه الله تعالى وأن يصون لسانه وجوارحه إذا صام فيجب على المسلمين أن يبتعد عن الحرام ويبتعد عن الظلم ويصدق بوعد الله جل وعلا وما وعده رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يصوم إلا بثبوت شهر رمضان برؤية عدلين أو اكمال شعبان ثلاثين يوما في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون مخلصا لله في جميع أعماله يقول السائل عندنا مسجد في بلادنا تم إعادة صيانته فقد أشرف على صيانته رجل وهذا الرجل أغلب ماله من الحرام وفي هذه الحالة ما ما حكم الصلاة فيه وما حكم صلاة الإمام فيه وعلى المدة التي فاتت الصلاة في هذا المسجد صحيحة لا قبار عليها ما دام الصلاة لوجه الله تعالى فلا يضيرنا كون الذي بناه يأكل الحرام أو يأخذ الحرام لأن المسجد لله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فيجب على المسلم أن يخلص عمله لله ولا يتوقف عن الصلاة في مسجد بناء كافر أو مسلم أو من يتعاطى الحرام أو غيرهم بل يصلي في هذا المسجد والمسجد طاهر كذلك لا يجود لنا أن ندنسه يقول السائل وكناك فرسي رهان ما معناك فرسي رهان يعني تساوينا الفرسين إذا تساويا يقال تساووا فرسي رهان يقول هل الجن رقيب وعاتيد مثل الإنس الله أعلم يقول السائل أتممت عمرتي هل يمكن لي أو هل يمكن ني الاعتمار عن غيري على ما آتي أسكن في الجزائر ولا أستطيع الإحرام في العام ولا أستطيع الإحرام في المرة القادمة في العام القادم فكيف أفعل لا ينبغي لك أخي أن تخرج للعمرة ثانية جئت والحمد لله في عمرة وأديتها إلا إن سافرت إلى مكان ما للمدينة أو غيرها ثم رغبت بالعمرة واجغد امت مرة أخرى للعمرة من مكان بعيد فالعمرة الصحيحة المشروعة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة وليست العمرة التي يخرج بها من مكة يقول السائل عام ثمانية وستين أيام الحرب كنا في بور سعيد وآتى علينا شهر رمضان ولم نصم أما الحكم الحكم عليكم قضاء رمضان هذا وإذا قضيتموه من نفس السنة فليس عليكم سوى القضاء وإن أخرتم القضاء لعذر فليس عليكم سوى القضاء وإن أخرتم لغير عذر فعليكم مع القضاء يطعام مسكين عن كل يوم يقول السائل يقول نسأل يا شيخ عن قول الإمام عند الفروج من الصلاة السلام عليكم عقب الصلاة يعني سلم على المؤمومين بعد الفروج من عندهم فهل هذا الفعل صحيح هذا الفعل واجب ركن من أركان الصلاة السلام والمسلم يسلم على الملائكة ويسلم على الآدميين كل من حوله يسلم عليه يقول السائل ما الدليل على أنه يجوز بناء المسجد بمال الكافر ومال الحرام الدليل على ما قلت حتى تطمئن أو حتى نطمئن وجزاكم الله أخي الدراهم ليست نجيسة الدراهم ليست نجيسة بل هي طاهرة وإنما صلفت الدراهم ففي ذلك خير والمال ليس بنجيس وإنما هو يحرم على صاحبه الذي أخذه من الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد الحرام عن بناء المساجد يقول السائل هل مس المرأة بعد الوضوء ينقض الوضوء وهل تقبيلها ينقض الوضوء مس المرأة بشهوة إذا مس الرجل امرأته بشهوة بلا حائل فإن هذا ينقض الوضوء لأنه مضنة لوجود المذي أما إذا كان مس يدها بلا شهوة أو من وراء حائل ولم تتحرك شهوته فلا بأس عليه يقول السائل هل يصح العمرة للأم المتوفية ومن الابن أو لا يصح يصح العمرة لكن العمرة أخيه التي تقدم بها إلى مكة فإذا قدمت من المدينة أو من الطائف أو من أي جهة بعمرة عن نفسك وعن أبيك وعن أمك صحة يقول السائل ما حكم سب بعض الصحابة لأن بعضهم ما يسلب أو بسلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعض التابعين رضي الله عنهم إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا يا أماه إن الناس يتعرضون لبعض الصحابة ويسبونهم حتى أبي بكر وعمر يسبونهم رضي الله عنهم فقالت وما يدريك لعل الله أراد للصحابة خيرا فانقطعت أعمالهم بموتهم فأراد الله جل وعلا أن يستمر لهم العمل الصالح بتعرض الجهلة لهم فالمتعرض لهم يلوم نفسه ويضر نفسه وهم لا يضرهم ولا يضيرهم سبهم إياهم رضي الله عنهم فالله جل وعلا قد رضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه واسلم وهم مكرمون محبوبون عند الله جل وعلا وعند رسوله فلا يضيره سبهم وإنما هذا خير ساقه الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقول السائل في ساحة المسجد يصلون الرجال والنساء بعضهم خلف بعض أحراما فما حكم هذه الصلاة على الرجال والنساء هذا خطأ ولا يجود ذلك وإنما يفعل ذلك الجهلة فالواجب على النساء أن يكون خلف الرجال ولا يجود لهم أن يصلينا أمام الرجال وقال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فالجهلة من النساء التي يتقدمنا على الرجال يقول السائل ما معنى الصابئين الصابئة جماعة مثل النصارى تركوا دينهم فظلوا عن الصراط المستقيم ولذا كان كفار قريش يسمون من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم صابئة ويقول أنت صبأت أي صرت مثل الصابئة الذين تركوا دينهم وهم على الحق رضي الله عنهم يقول السائل نسأل نسأل عن زوج نسح يقول السائل نسأل عن زوج من حساب ومال زوجته لديه فهل يصح له التصرف في المال بعد وفاتها لا يجوز للرجل أن يتصرف في مال آخر رجلا كان ومرأة بعد وفاته إلا بعد اتفاق الورثة على ذلك يقول السائل هل يجوز لي أن يقول السائل هل يجوز لي أن أبدل رز غير جيد برز جيد يعني اثنين كيلو مقابل أربع كيلو أم لا يجوز لا يجوز هذا من الربا وإنما عليها أن يبيع الردي في دراهم ويأخذ الدراهم ويشتري بها الرز الجيد إذا أراد إبداله لكن لا يبدل صاعا بصاعين ولا واحد واثنين وثلاثة بأربعة وخمسة ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآسلم لما جاءه تمر من خيبر قال لمن جاء به أتمر خيبر هذا كله كذا هذا الطيب قال لا كنا نبدل الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي فقال عليه الصلاة والسلام أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل بالجمع بالدراهم واشتري بالدراهم الطعام الذي تريده هذا وأرجو الله جل وعلا أنمنا علي وعليكم بالعلم فالعمل الصالح والبصيرة في الدين منه سميع المجيب وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر